النهاردة هعمل معاكم طبق لزيز جدا فاتح للشهية كل اللي داؤه كان بيقول لي انت عاملا بايه على قد ممكوناته بسيطة لكن طعمه لزيز وتقدر تعمليه في اي وقت وجنبه اي حاجة يلا بينا نشوفه الطريقة مع بعض وباسم الله في الاول كده هنحتاج وحدتين بتنجان روني كان عندي البتنجان ده في التلاجة بقالي ومن ثلاثة فقلت لازم اعمل اكلة كده تعجب الكل فغسلت البتنجان كويس قوي وبقشر القشرة من عليه وممكن احنا نقشرها كاملة بعد كده نقطعه شرايح بسمكة معقولة يعني مش الشريحة مش رؤية قوي ومش تخينة قوي وهندي له رشة ملح ونركنه شوية اي علشان يطلع الميا اللي فيه بعد كده ناخد البتنجان ونروح نقليف الزيت السخت تيب الزيت يسخن على النار الاول كويس بعد كده هتخلي النار متوسطة او اعلى من المتوسطة شوية وتنزلي بالبتنجان وتسبيل حد ما ياخد لون دهبي معقول هنقلب البتنجان الناحية التانية وبعد كده نشيله نحطه على مناديل مطبخ او تحطيه على مصطة ينزل الزيت الزيادة اللي فيه وزن البتنجان اللي انا استخدمته يزيد شوية عن الربع كيلو يعني ممكن نقول تلتمية وخمسين جرام اقل من نص كيلو واكتر من الربع كيلو هنخلص كمية البتنجان كلها وطبعا عشان احنا رشينا عليه ملح ان شاء الله مش هيشرب زيت هنسيبه على ورق المطبخ او مناديل المطبخ لحد ما اه ننزل الزيت الزيادة اللي فيه بعد كده هنجيب طبق صغير عندنا معلقتين كبار من الطحينة الخام آآ هننزل عليها بشوية مية سخنة يعني بالتقريب كده ثلاثة اربع خمس معالق مية سخنة ونبتدي نقلب الطحينة لحد ما تفك معانا كده وتبقى خفيفة آآ يعني انا حاسيت انها تقيلة شوية فزودت معلقتين تاني وهنحط شوية ملح صغيرين ومعلقتين كبار خل بس خلي بالك هنا من كمية الملح لان البتنجان احنا رشين عليه ملح فممكن يكون محتفز بكمية من الملح كده فمش عايزين الاكلة تبقى حدا اه حتي كده بس رشة بسيطة وبعد كده ندق ونشوف الاكلة محتاجة ملح تاني ولا لا هنجيب بقى الطبق الكبير الغويت وننزل فيه بالطحينة اللي احنا فكناها بالمية ودوبناها في المية بعد كده هنحط عليها معلقة كبيرة او معلقتين من هريسة الفلفل الاحمر لو ما عنديكيش هريسة انت عاملها جاهزة وفرومي ارنين فلفل احمر وهننزل بمكعب كبير او مكعب صغير يعني الكمية اللي تعجبك من الجبنة البراميلي طب نعنديكيش الجبنة دي ممكن تستخدمي الجبنة البيتة او الجبنة الاسطنبولي بس لو استخدمت جبنة حدقة زي الاسطنبولي كده برضو خلي بالك من مقدار الملح لان الجبنة بتكون ملح واحنا رشين على البتنجان ملح فممكن ما حطش ملح خالص مع الخل ونستنى في الاخر هرست الجبنة مع الطحينة لحد ما بقيت بيريه خالص كده بعد كده هنزل بالبتنجان المقلي بس كده هي دي وصفتنا النهاردة المكونات زي ما انتو شايفين بسيطة قوي بس فعلا طبق فاتح للشاهية اه انا بعمله للفطار اه جنب البيض وجنب الفول وجنب الاكل الجبيتة بيسيبوا الاكل كله ويخلصوا بعمله جنب الغداء لو في اكل حرش كده برضو بيكون طعفة اكلة سهلة وبسيطة بس فعلا طعمها هايل تستحق ان انت تجربيها ولو ما عملتهاش قبل كده فضرورة تجربيها هتعجبك قوي قوي وهتعجب عقلتك وجربي طبق صلطة البتنجان بالجبنة ده جم شوية بطاطس محمرة وطبق فول بالقوطة وشوفي الجمال كله والكميات كمان تقدري تعمليها زي ما انت عايز يعني تزودي كمية البتنجان او تزودي كمية الجبن او تغير نوحة زي ما بتفضلي المهم ان هي ان شاء الله تطلع من ايدك حلوة ربنا يحسن ما بين ايدك وان شاء الله لما هتجربوه هتعجبكم والسلام عليكم